وكمان اقدر اسحب ايكونات بقى قدامي امكانية ان انا اعمل drag and drop لأيكونات كمان براحتي خالص ازاي انتم متستعملوش الادوات دي ازاي وهاجبني اول ان انا بدلتكليكي مينو واختار ال task manager على طول ال context menu القديمة ظهرت قدامك زي ما انت شايف تمام تعالوا كنا نجرب نفك الضغط عن الملف هنشوف ظهرت قدامنا هي فانا بقولك انك تقدر تغير ال task manager للشكل بتاع ويندوز 11 او ويندوز 10 او ويندوز 7 من ساعة ما ظهر ويندوز 11 على الساحة وفي بعض المشاكل او التحديثات اللي ما كانتش عجبانة بداية من عدم موجود ريفريش بسم الله الرحمن الرحيم كده ويندوز 11 ما فيقولش ريفريش في القايمة الاساسية اللي احنا دايما متعودين عليها وان كانت بتعمل لاغلبنا راحة نفسية ولكن كانت ميزة لابد من توفرها وعشان كده ميكروسوف تنزلتها على طول مستنيتش كتير بس ده ما بنعش برضو ان مع الاصدار النهائي والنسخ اللي نزلت من ويندوز 11 التجربية حتى فيها بعض المشاكل او بعض الميزات اللي لسه مش عجبانة ابسطوا ميزة drag and drop او السحب والاسقاط انك تمسك اي ملف او ايكن وتنزل بها على ال task bar تقف على البرنامج وتطلع فوق فالموضوع مش نافع خالص لازم تكون فاتح الويندو قدامك وترمي اللي انت عاوزوا فيها فالكلام ده لو انت بقى صانع محتوى او متعود على الملتي تاسكنج بشكل كبير جدا هيقرفك وهيتعبك جدا على الرغم ان هي ميزة بسيطة ففي الفيديو ده ان شاء الله هنسترجع بعض الميزات اللي انا كنا متعودين عليها زي الميزة دي وهنحل بعض المشاكل برضو من خلال بعض الامور البسيطة اللي هنشوفها مع بعض زي مثلا لما تيجي دوس click mean فانت مش حابب الشكل ده هنرجع الشكل القديم كله ومش لازم تدوس show more options وبعد كده تروح لمش عارف ايه فهنرجعها وكمان هنسترجع شريط الادوات مع بعض التغييرات اللي ممكن تضيفها بلمساتك انت وعلى حسب مزاجك غصب عن ميكروسوفت فتابع الفيديو للاخر عشان نشوف كل التفاصيل دي ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم معاكم احمد الجرنوسي وقبل ما تبدأ تتفرج على الفيديو كده عاوزك تستقنيس وتجيب كوباية النسكفيقة والكابتشين وانا لسه طبعا يعني انا ما ننشي غيرت ساعتين تالتة كده من مبارح عشان بجهز لي الفيديو ده وبجهز لكزا موضوع تاني وفيديوات جاية كتير ان شاء الله فقبل ما تتفرج مساش يدعمنا بانك تضغط لايك للفيديو وقبل ما نبدأ نشوف الخطوات خلينا نتعرف على سبونسر حلقة النهاردة وندخل في الموضوع على طول الفيديو ده برعاية موقع لاكي ايجيب تدوتكم اعلى موقع بيدي لك كاشباك في مصر بيوصل لحد 20% في كل المواقع اللي بتحبها اولاين زي سوق اللي بقى امازون جوميا امريكان ايجيل اتش اند ام وغيرهم كتير دلوقتي موقع لاكي بقى فيه نوعين من العروض كاشباك المواقع واكوات خصم في مواقع زينون ومش بس كده موقع لاكي ايجيب تدوتكم بيدي لك 50 جنيه دي التسجيل تقدر تستفيد بها بعد اول عملية شراء اولاين طريقة است استخدامه سهلة جدا اختار الموقع اللي حابب تشتري منه هتروح تشتري بالطريقة اللي متعود عليها ارجع على موقع لاكي ايجيب تهتلاقي الكاشباك بينزل في حسابك في خلال 17 يوم وده يعتبر اسرع موقع في مصر بيرجعلك الكاشباك كمان تقدر تستفيد بعروض الكاشباك الاولاين من خلال الابليكيشن لاكي اختار الطريقة اللي تنسبك سواء الموقع او الابليكيشن خلونا نبدأ بحل المشكلة الاولى بخطوات سهلة وبسيطة جدا وهو انك ما بتقدرش تعمل سح واسقاط على اي ايكونة في التاسك بار تحت فانحل المشكلة دي باداة بسيطة جدا موجودة على موقع جيت هب بشكل مجاني ولكن لما تجي تنزلها من خلال المتصفح مش هيرضى يحملها باعتبار ان هي ملف اي اكس اي فبيقولك احتمال ان هي يكون فيها فيروسات فانا نزلت الاداة وعملت لها سكان اولاين مليتش فيها اي حاجة فاتجي تدوس على التلات نقط دول وتقول له كيب يعني خليها ويه بعد كده هتدوس على شومور وتقول له كيب انا عارف انا هتعامل ازاي وبعد كده هتثبتها فلو وجهة مشكلة الرسالة دي مثلا زهرت لك كل اللي عليك هتعمله هتحمل البرنامج اللي هسيبولك بوصف الفيديو على طول ان شاء الله على الجهاز بتاعك وتثبته وبعد كده الاداة هتشتغل معاك بدون اي مشاكل ولو هحبيت تعطالها في نفس الجلسة بتاعت لوني زل انت موجود عليها يعني لو ما عملتش ريستارت اول جلسة افل معاك هتكتب الامر ده في الكومند بروموت هتشغلها طبعا ران از ادمنستريتور وبعد كده تحط الامر ده هسيب يقولك برضو بوصف الفيديو على طول ان شاء الله وخلي بالك انك لما تراستر الجهاز بتاعك لازم تشغل الاداة من جديد فهي بتشتغل في الجلسة الواحدة اللي انت موجود عليها واعتقد انه ماكروسوفت هترجع الميزة دي لانها بالفعل حاجة رخمة زي ما شاله رفريش قبل كده الطول او الاداة تانية اللي معنا هي اداة صغيرة جدا ولكن مميزاتها كبيرة جدا جدا طبعا انا جربتها على ويندوز 11 لان هي معتمدة على ويندوز 11 بسبب انها بترجع لك حاجات قديمة كانت في الاصدار السابقة سواء كانت في ويندوز 10 او ايت او 7 اي اصدار قبل كده فتعالوا نشوفها مع بعض هنيجي ندوس على ويندوز 11 طبعا هي مرتبة ومنظمة بالشكل اللي قدامكم ده فهنا انا مسلا دي القايمة اه بتاعت كليك مين اللي هي الكنتكست منيو اه بتاعت ويندوز 11 في ناس طبعا حبها وناس لا بسبب ان انا لما اضغط كليك مين مسلا على ملف مضغوط عشان افكوا لازم ادوس بعد كده اعمل له فانا عاوز ازر كل الحاجات دي كلها مرة واحدة زي ما كانت قبل كد انا عاوز ارتاح كده بمجرد ما هفتح دي هاجي هدوس على كلاسيك فول كونتكست منيو وهي هعلم هنا كده على فينا هيطلب يعمل رستارت مش للنظام للفايل اكس بلولر اللي احنا كنا بنعمله قبل كده فبضغط واحدة بس تقدر تعمله وتجرب تدوس كليك مين هتلاقي الكنتكست منيو الاديمة زهرت قدامك زي ما انت شايف تمام تعالوا كده نجرب نفك الضغط عن الملف هنشوف زهرت قدامنا هاي زي ما احنا شايفين قدامنا فبكده انا مش محتاج اروح لق اضافية تانية في كمان عندك الكلاسيك تاسك بار تمام هنا تاسك بار عندك كل ما بدوس هنا لازم اروح على الاي كون دي عشان اختار النا كنت متعود ان انا ندوس كليك كمين واختار الناس كده على طول من الحتة دي كده على طول تمام فتعالوا كده نجرب نعمل لها فينا لازم يعمل من الويندوز سيشن هوقف بس برنامج التسجيل وهجرب اعمل فيعمل تسجيل دخول من جديد زي ما احنا شايفين قدامنا تمام تعالوا كده نجرب اوه كده رجع الشكل الاديم كله. الشكل ده كده شريط المهام من تحت. حتى زارت ايه. فرجع لي الشكل الاديم خالص على ويندوز حداشر. موضوع صراحة جامد جدا. واحد اقول لي عما جرنوش اتفانا كده استفدت ايا انا كده رجعت الشكل الاديم بتاع ويندوز تين. اقول لك سهل و بسطة جدا. انا حابب بتاع ويندوز تين. انت حابب بتاع ويندوز خلي رجع تاني زي ما هو شغل الاداة. يا باشا. ويدخل عالكلاسيك. واعمل من جديد. هيسجل دخول من جديد. وهيرجع لك الشكل الاديم بدون اي مشاكل. تعال ندخل على هتلاحز هنا ان علامة موجودة. فهقول لك دي هتعمل ايه? لو نفتح هو هنا عندك هنا رجعها اصلا اللي هو بدل الشكل بتاع ويندوز اللي كان فيه القط والكوبي ومش عارف ايه انا صراحة ما حبيتوه الشخصيا يعني. وحابب الشكل الاديم بتاع ويندوز تين. فهنا هي رجعت. طبعا انت لو حابب ترجع دي بس. وحابب اه تحتفظ بالتاسك بار لان التاسك بار اللي انا عملت او الخطوة دي اللي انا عملتها اه دلوقتي متعلقة بالفايل اكس بلولر. فلو عاوز تعمل دي بس. فهتخلي هنا موجودة. والكلاسيك تاسك بار هتشيل العلامة من عليها. بس هتضطر تعمل طبعا. هيرجع الشكل الاديم هو تحت زي ما احنا شايفين قدامنا. مع الاحتفاظ به اه التول بار بتاع ويندوز تين. فانا حابب ده. طبعا عاوز تلغي كل حاجة براحتك خالص بضغط واحدة تقدر تلغي كل حاجة. هنا عندك التاسك بار لوكيشن تقدر تحركه في الاماكن توب او بوتوم. تعالو كنا نشوفه في التوب. بقى موجود فوق اهو. في الحال ليفت ورايت انا مش عارف هيبقوا موجودين ولا لا. لسه منزلهاش حاجة دي. فانا حابب مكانه بيكون تحت صراحة. برضو ده الحجم بتاع التاسك بار اللي تحت هل انت عاوزه كبير ولا وسط ولا صغير لو خليته كبير بالشكل ده كده. هتلاقي الحجم هيكبر معك دلوقتي. سيما احنا شايفين قدامنا. في حد عايزه صغير خالص على حسب طبعا زوءك كل اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة على حسب زوءك انت بدون ما يفرض عليك اللي هو عاوزه. لانت افرض على اللي انت عاوزه عشان يريحك في الاستخدام. فانا اخلي الوضع النورمل صراحة حابب النورمل او الكبير. لان انا بحب اشوف الحاجات الكبيرة قدام عناي. اه نيجي عندك الايرو اه لايت دي بعض السمات بقى والحاجات الخاصة بيه اه المظهر بتاع الويندوز والاوباسيتي او الشفافية دي كلها ممكن تقدر تلعب فيهم وتغير فيهم بس اقرأ بس الهينس او الديسكريبشنز اللي موجودة لكل واحدة عشان تفهم دي بتاعت ايه وهنا الايكونات كمان والمينيو. في كمان حاجة جميلة صراحة كنت شفتها بتاعت الصوت في هنا اه ده الصوت الحالي ممكن تعمله تبدله كده باي صوت انت عاوزه بس يكون بصيغة نزل الصيغة دي من اي ويب سايت او حول اي صيغة انت عاوزها وتحطها عاوز تحط بسم الله الرحمن الرحيم تبقى بصيغة بدل مسلا اي صيغة طانية والحاجات دي كلها. فتقدر تغير الصوت بتاع الستارت اوب او ترجعه الاعداد الافتراضية لو انت مش حابب ده لو عملت اي تعديل طبعا. في عندك الكنتكست مينيو لو هتلاحظه كده عايز مثلا تضيف البلوتوث مثلا في القائمة دي هتلاقيه الضافين هو عاوز تشيله بمجرد ما بتشيله هو بيضاف تلقائي على طول صراحة البرنامج جميل جدا وعجبني في الموضوع ده انه بيسايل عليك حاجة كتير بدون ما تكتب سكريبتات واكواد او تخس او تخس او تخش فيه ويتعمل الكلام ده كله بنفسك. فيه كمان عندك حاجة جميلة قوي تحت كده لو نزلت في الاختصارات دي. فيه عندك او بمجرد ما بدوس عليها كده بيحط لك على ممكن تدوس عليها كليكتين الجزائف المعاك على طول. تمام? انا طبعا هزفها عشان ايه ممكن ندوس عليها بالغلط. فيه عندك كمان فيه عندك لو هتاخد لقطة من الشاشة. تمام? كل دي تقدر تضفع على مزاجك وعلى احتياجاتك انت. فيه عندك وادوات تانية تقدر تخصصها وتزبط الدنيا اللي انت عاوزها بكل سهولة. تعالوا كده نرجع للأبيرانس. لو دست على ده كده فشوفوا السيم بقى عامل ازاي? السيم الشكل بتاع الويندوس فعلا اتغير. تمام? حبيت ترجعه للإعدادات الافتراضية بتدوس على هنا. رجعه للإعدادات الافتراضية بتاعته. الشكل اللي فوق ده كده شايف كله لونه ابيض. لو جيت هدوس عليها كده اللي هو اللي فوق. شايف هو بقى شكل الايرو. الحتة اللي فوق بس كده بقى لونها ازرق. تمام? انا بالنسبة لي كده احسن بدل ما تكون شكلها كله زي بعض. فهعمل لها دي سيبل. هرجعه زي ما كانت. ده الشكل الاديم بتاعها. وتقدر تعمل والحاجات اللي موجودة. والدرق هنا لو حبيت تشيله. تمام? طبعا دي كلها امور تقدر تغيرها من او اللي موجودة عندك في الويندوز نفسه. ولكن زي ما قلت الادا دي يعني عامل لك زي شرط كده واختصارات ليه حاجات كتير انت ممكن تستعملها وتسهل عليك الاستخدام. عندك هنا زي ما قلنا بتاعه كله تكلمنا فيه. وهنا في الويندوز ابس لو جيت تروح ليه ممكن تدوس على هنا عشان تمنعه ان هو يعمل تحديث بشكل تلقائي. طبعا لازم تعمل ليه النظام. انا هلغيها عشان مش عايز اعمل المزودة. لو عاوز تلغيها بتدوس على كورتانة لو عاوز تلغيها خالص. اخر برنامج معنا هو تمام? الادا دي موجودة بالاصدار تلاتة فاصلة زيرو فاصلة اتنين. هنزلها بشكل مجاني تماما وكلهم احجامهم بسيطة جدا يعني. انا بقول لك انك تقدر تغير للشكل بتاع ويندوز حداشر او ويندوز تين او ويندوز سيفن. ده ويندوز حداشر اللي احنا متعودين عليه اهو. تمام? وده ويندوز تين. شايفين الشكل اختلف تماما بضغط واحدة بس كل ده. وده يعني في ناس لسه ما زالت حبة الويندوز سيفن فانت ممكن تستعمل حداشر بنكهة ويندوز سيفن. كانت احلى نكهة الصراحة فخلونا نشوف برضو تقدر تخصصها زي ما انت عاوز. لو خلينا حداشر نرجع الهداشر نسيب نكهة سيفن دلوقتي وتعالوا نشوف فهتدوس عليها كده في تمام? بمجرد ما بادوس كده عليها فان هنا كده خليتها كده خليتها كده كبرت شوية معنا وتقدر تغير في ادالات كتير جدا موجودة وتزر معينة وتخليها اساسية او تربطها بحاجات معينة كل دي موجودة جوه البرنامج وهي هنا تقدر تغير الايكون بتاعته هنا الايكون بتاع ويندوز 11 هنا الايكون بالشكل ده فدي كلها حاجات يعني هتخليك فقلا تحس انك بتستعمل ويندوز بكل حرية بدون اي قيود. فزي ما احنا شايفين قدامنا يعني عشكال كتير مختلفة. وتغير بتاعه كده. وتغير كمان بتاعته. يعني كل دي حاجات جميلة وتقدر تضيف كمان صور بصيغة لو كانت موجودة عندك على الجهاز يعني ممكن تجيب صورتك كده وتروح حطوطها تحت مكان الايكونز اللي موجودة دي. فصراحة جميل. هنا اقدر اتحكم في الايكونز اللي موجودة تحت تمام? وكمان اقدر اسحب ايكونات بقى قدامي امكانية ان انا اعمل لأيكونات كمان براحتي خالص شايفين كده? يعني بيفرض علي قيود ان انا مقدرش اعمل ده. هنا كم متاجه مش عايز مش عايز تحط ليه? تحط اهو تمام? واقدر اعمل يعني اعادة ترتيب ما بينهم بالشكل اللي انا عاوزه. وهي عندك هنا هتلاقي كده فيه شفافية كده بقى احلى بكتير جدا. اجد عن ازاي انتم متستعملوش الاداوات دي? ازاي? وده شكل تاني برضو بحيس انه يقسم دي ودي ودي. اختار اللي انت عاوزه والعب في اللي انت عاوزه. براحتك خالص يا معلم. في عندك هنا بقى جوة الفايل انا لتلكم عليه. تمام? ده الشكل القديم اهو ده الشكل ده الشكل عادي اهو. بصوا كده الشكل ده. وهاجبني اهو ان انا بدل اكليكي مين واختار على طول. مش محتاجة حوارات بقى ولو رح اقف على علامة الويندوز يعني. هدوس كده. يعني ده هو الغاء خالص انا ممكن بقى ارجع استعمل دي. تمام? هلغي دي. بحيس ارجع كل حاجة لطبيعتها. هي رجعت لطبيعتها ايه بالشكل ده. عشان اقدر اطبق لان ممكن البرنامجين برضو يتعرضوا مع بعض. عشان اقدر اطبق الحاجات اللي انا عملتها فياجل البرنامج ده كده. حلو? شايفين هنا ايكونات صغيرة تمام? هيكبر كده دول. يعني ولا انا لاحظته ان ده مش شغال اوي او الدنيا مش زبط او لا زبط او شغال صح? هنا لو حابب ان انا الغي كل ده فعلا اطلق اهو تمام? بالفعل شغال ده ويندوز حداشر وده وده التول بار بتاع ويندوز تين تمام? شغالين على طوله طبعا نقدر اضيف فيهم حاجات هنا او كده نفتح. كل ما بتطبق بتفتح طبعا ايه? هو هنا بيلون كل حاجة لو شلت دي. مش ملاحز فرق صراحة انتو بجربوا برضو شوفوا دنيا اهم حاجة ان انا قدرت ان انا اعدل وخصص ويندوز 11 زي ما انا عاوز وبكل حرية فاهم حاجة انا بستخدمها قايمة الكونتكست مينيو والتاسك بار والتول بار وبعض الايكنز وبعض الخصائص اللي انا قدرت ان انا اضيفها بلمسة جمالية وشكل مجاني تماما. طبعا البرنامج الاخير ده اعتقد ان هو مش مجاني تماما هو فيدي لمدة تلاتين يوم وتقريبا سعره حوالي اربعة دولار حاجة زي كده عاما هسيب لكم كل الرابط موجودة بص الفيديو ولكن كل الطرق اللي قبل كده كانت مجانية تماما فبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو رب يكون عجبكم متنسناش بقى باللايك الجميل بتاعكم واي حد عنده اي صفصر اي اقتراح او اي اضافة حابب يضيفها يا ريت اكتبها من خلال التعليقات واهمني جدا رأيكم واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله كان معكم احمد الجرموسي والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة